أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلاب الصف الرابع الفني التجاري شعبة الإدارة والتصويق وسوق المال في حلقة جديدة من حلقات منهج محاسبة التكاليف اليوم إن شاء الله هنكمل حديثنا عن محاسبة التكاليف عن اتكلمنا في الحلقة السابقة على تعريف محاسبة التكاليف وهداف محاسبة التكاليف ومقومات محاسبة التكاليف وإن شاء الله بإذن الله اليوم هنكمل حديثنا عن أوجه الارتباط أو العلاقة بين المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف وأيضا أوجه الاختلاف بين المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف وأوجه التكامل بين نظام التكاليف ونظام المحاسبة المالية داخل المنشاة هنتعرف أيضا على مفهوم التكلفة ومفهوم المصروف والخسارة قلنا أوضحنا في سابق أن دي مفاهيم لها خصوصية في محاسبة التكاليف هنتعرف أيضا على تبويبات التكاليف من أهم الدروس أو الموضوعات التي سندرسها في محاسبة التكاليف تبويب التكاليف وتبويب التكاليف معناها تقسيم التكاليف أو أن نجمع أو نصنف التكاليف في مجموعات متجنسة أو متشابعة وعندنا أربع قصص في دوقها بيتم تبويب التكاليف عندنا تبويب التكاليف وفق أو حسب نوعها وبينبواب التكاليف أيضا حسب التبويب الوظيفي وبينبواب التكاليف حسب علاقتها بوحدة المنتج أو وحدة النشاط وكذلك حسب علاقتها بحجم النشاط أو حجم الإنتاج نحن خلال حلقتنا إن شاء الله بإذن الله اليوم هنقتصر كلامنا على نوعين من التبويبات وهناخد علوم التدريبات ونتعرف إزاي بنبواب أو بنصنف التكاليف داخل المنشأة هنقتصر كلامنا على التبويب النوعي والتبويب الوظيفي لعناصر التكاليف في البداية تعالوا خلونا نتكلم الأول على إيه أوجه الارتباط أو العلاقة بين المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف تعالوا نشوف مع بعض هناك ارتباط بين المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف طبعا بتعتمد كل من المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف على الآخر فيه امور كثيرة جدا من اهم هذه اوجه العلاقة واوجه الارتباط ان طبعا البيانات اللي بتوفرها محاسبة التكاليف بتعد احد وسائل الرقابة للتحقق من صحة البيانات اللي بتوفرها المحاسبة المالية يبقى اول حاجة عندي بتوضح لي ان فيه علاقة من محاسبة التكاليف والمحاسبة المالية ان طبعا البيانات اللي بتوفرها محاسبة التكاليف بتعتبر وسيلة من وسائل الرقابة على البيانات اللي بتوفرها المحاسبة المالية تعالوا ناخد مثال لو اوضحنا مثلا او خدنا مثال للاجور الاجور في المحاسبة المالية بتكون مبلغ اجمالي يعني احنا عايزين نقارق اجور وعمال قدية فاقولك مثلا اجور وعمال 100000 200000 وكذا وبنسجل في الدفاتر بشكل اجمالي اما في محاسبة اما في محاسبة التكاليف طبعا بيتم تحليل الاجور وبنبقى عارفين طبعا ان الاجر مثلا بيتكون من اجر سابت واجر متغير والمتغير قدئي والسابت قدية وكذا يبقى في محاسبة التكاليف هي اللي بتحدد نصيب كمان كل نشاط من انشطة المنشئة من الاجور يبقى احنا في المحاسبة المالية ما بينفرقش بين مثلا الاجور الخاصة بالعاملين في الادارة او العاملين في مجال البيع او التسويق وكذلك العاملين في مجال الانتاج احنا عندنا رقم الاجور بيبقى اجمالي في المحاسبة المالية لكن التحليلات بتاعته وتحديد نصيب كل نشاط من أنشطة المنشأة من الأجور ده بيكون في محاسبة التكليف في بها هنا في علاقة أو في تكامل أو ارتباب بين محاسبة المالية ومحاسبة التكليف زي ما قلنا أن البيانات اللي بتوفرها محاسبة التكليف بتعد أحد وسائل الرقابة للتأكد من صحة البيانات اللي بتوفرها المحاسبة المالية النقطة الثانية أن محاسبة التكليف بتساعد في توفير البيانات الخاصة بمخزون آخر المدة اللي هي بضاعة آخر المدة سواء طبعا كانت في شكل انتاج تام أو غير تام أو يعني طبعا غير تام يعني تحت التشغيل لسه أو نصف مصنع أو هكذا وطبعا احنا عايزين في المحاسبة المالي زي ما وضعنا عايزين نعرف نتيجة أو تكلفة مخزون آخر المدة أو بضاعة آخر المدة علشان نقدر نحدد نتيجة أعمال منشأة من ربح أو خسارة ونظر المركز المالي للمنشأة يبقى مين اللي هيوفر لنا معلومات متعلقة بتكلفة المخزون محاسبة التكاليف وده أيضا نقطة من النقاط اللي بتوضح الارتباط بين محاسبة التكاليف والمحاسبة المالية بفي علاقة بين محاسبة التكاليف ومحاسبة المالية زي ما احنا شايفين طبعا ان طبعا احنا في نهاية كل سنة بنحدد تكلفة مخزون آخر المدة سواء طبعا كان انتاج تام أو انتاج تحت التشغيل يعني غير تام واللي بيظهر لي بقى بيانات او كان كمان حتى لو كان ايه لو كان حتى المخزون دي في شكل مواد خام طيب من إلها هزيري بقى ويقولي مثلا إن المخزون من المواد الخام كام وإن المخزون من الإنتاج التام كام والغير التام كام أو اللي تحت التشريف كام اللي هيزهر للبيانات دي كلها محاسبة التكاليف هاخد أنا بقى البيانات الخاصة دي اللي هي الخاصة بالمخزون وبتظهر طبعا بتأثر على نتيجة أعمال منشأة على قيمة الدخل وبتأثر أيضا على قيمة المركز المال عندي نقطة أخرى بتبين ليه أيضاً العلاقة أو وجه الارتباب بين محاسبة التكليف والمحاسبة المالية وهي إن المحاسبة المالية بتوفر لمحاسبة التكليف قيم الأصول أو تكلفة الأصول السابتة يبقى المحاسبة المالية بتوفر لمحاسبة التكليف قيم الأصول يعني تمن الشراء بتاع الأصول السابتة أو تكلفة الشراء اللي على أساسها طبعاً بيتم حساب إهلاك الأصول السابتة وده طبعاً بيمثل أحد بنود التكليف الصناعية غير المباشرة اللي هو إهلاك الأصول السابقة بيعد أحد التكاليف الصناعية غير المباشرة بفينا علاقة أيضا بين محاسبة التكاليف والمحاسبة المالية وفي وجه ارتباب بين المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف بيتضح من خلال أن المحاسبة المالية بتوفر بيانات عن قيم الأصول السابقة اللي بتعتبر هي الأساس لحساب إهلاك الأصول السابقة اللي طبعا بتعد مصاريف الإلاج دي جزء من التكاليف الصناعية غير المباشرة عندنا نقطة أخرى بتوضح أيضا أوجه الارتباط بين محاسبة التكاليف والمحاسبة المالية وهي أن المحاسبة المالية بتقوم بتحديد نتيجة نشاط المنشأة ككل إنما محاسبة التكاليف بتحدد وبتحلل تكاليف أداء مركز الإنتاج والخدمات بما يقلل من حدوث أي ضياعة أو فقدة أو أصراف يبقى أول حاجة أن المحاسبة المالية بتهتم طبعا أو بتركز على تحديد نشاط المنشأة ككل ومحاسبة التكاليف بتحدد وبتحلل تكاليف أداء كل مركز من مركز الإنتاج والخدمات وده طبعا بيساعد في تقليل أو حدوث أي ضياع أو فقدان أو أصراف في المواد المستخدمة عندنا أيضا المحاسب المالي ومحاسب التكاليف الأتنين في نهاية العام بيجدوا ربط بين لازم يربط بين المحاسبة المالية أو حسابات الحسابات المالية أو الحسابات العامة وحسابات التكاليف علشان طبعا يجروا التسويات اللازمة لتحقيق الربط بين نظام التكاليف ونظام المحاسبة المالية داخل المنشأة دي عزاء الطلاب أهم أوجه أو اللي بتوضح لي الارتباط أو العلاقة بين المحاسبة المالية ومحاسبة التكليف زي ما شفنا أنه في علاقة وطيضة بين محاسبة التكليف والمحاسبة المالية وأن نظام محاسبة التكليف ونظام المحاسبة المالية داخل أي منشأة هما أنظمة متكملة بيكملوا بعض وبيساعدوا بعض في أداء المنشأة او في توفير البيانات والمعلومات اللازمة اللي هتفيد المنشأة في التخطيط والرقابة والتخييز القرار زي ما فيه اوجه ارتباط او اوجه شبه بين المحاسبة المالية والمحاسبة التكاليف هناك اوجه اختلاف بين المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف تعالوا نشوف مع بعض عندنا مجموعة او نقاط بتوضح لنا اوجه الاختلاف بين المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف أول حاجة من حيث الهدف طبعا احنا في المحاسبة المالية الهدف الأساسي عندي اللي هو أحدد نتيجة أعمال المنشأة طبعا بصورة إجمالية وبين المركز المالي للمنشأة في نهاية الفترة المالية يبه هدف المحاسبة المالية أو من الأهداف الأساسية للمحاسبة المالية هو تحديد نتيجة أعمال المنشأة بصورة إجمالية وبيان المركز المالي للمنشأة في نهاية الفترة المحاسبية أما في محاسبة التكاليف فما بتوضيفش طبعا إلى تحديد نتيجة أعمال منشأة من ربحة وخسارة رغم أن احنا بنحدد تكلفة المنتجات وبنحدد تكلفة نبعاتها وبنبين أثر التكلفة على قايمة الدخل إلا أن محاسبة التكاليف بتتم في الأساس بحصر عناصر التكاليف وتحليلها بقصد تحديد تكلفة الوحدة المنتجة والرقابة على عناصر التكاليف ومساعدة الإدارة طبعا في التخطيط والرقابة ورسم السياسات واتخاذ القرار يبقى أن هناك اختلاف في الهدف بين المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف من حيث الوحدة المحاسبية النقطة التانية وجه اختلاف آخر وهو خاص بالوحدة المحاسبية نحن عندنا الوحدة المحاسبية في المحاسبة المالية اللي هي المنشأة أو ممكن تكون المشروع سواء كان المشروع ده شركة قبضة أو تابعة أو قسم بأحد المشروعات الوحدة المحاسبية عندنا في المحاسبة المالية هي المنشأة أو مشروع جزء من المنشأة مثلا سواء بقى عندنا مثلا منشأة قبضة أو شركة قبضة فبتمتلك أكتر من شركة أو أكتر من منشأة وبتدير نشاطهم وبالتالي ممكن تكون أحد الوحدات ديت أو الشركات الفراعية من الشركات القبضة دي أو المنشأات الفراعية من المنشأات القبضة ديت تعتبر وحدة محاسبية في حد ذاتها وممكن يكون عندي طبعا فرع أو قسم بأحد المشروعات يعد وحدة محاسبية في حد ذاته أما في محاسبة التكاليف فالوحدة المحاسبية عندنا هي الوحدة المنتجة هي المنتج نفسه يعني المنتج أو وحدة الانتاج اللي بننتجه يعني على سبيل المثال مثلا الكراسي في مصنع الأساس ممكن يكون هو ده الوحدة المحاسبية هو ده الوحدة اللي أنا هتحسب عليها يبقى الوحدة المنتجة أو الأمر الانتاج اللي هو الطلبية لو احنا مثلا هننتج طلبية مثلا لو احنا في مصنع ملابس هننتج طلبية ملابس او لو احنا في مصنع اساس هننتج مثلا طلبية مثلا طرابيزات او مكاتب او مشابه او لو احنا في مصنع غزل مثلا ونسيج هننتج طلبية نسيج معينة اقمشها بمواصفات معينة باشكال معينة وممكن تكون مرحلة الانتاج مرحلة من مراحل الانتاج هي وحدة محاسبية في حد ذاتها لان في بعض المنتجات بتاخد ايه بتاخد خطوات او مراحل الانتاج زي ما وضحنا قبل كده مثلا في صناعة الاساس عندنا مثلا مرحلة التقطيع بنجيب الخشب الموال يعتبر المادة الخام بنقوم بتقطيعه ثم بعد كده عندنا مرحلة تانية بنقوم بتجميعه بتجميع الخشب ده عشان يزير لنا المنتج بقى المنتج اللي هو يعباره عن الوحدة المنتجة بتاعتنا اللي هو ممكن يكون مثلا كراسي او مكاتب او ترابيزات وبعدين قلنا المرحلة التالتة وهي مرحلة التشتيب يبقى ممكن الوحدة المحاسبية هي تكلفة مرحلة من هذه المراحل او هيتم التحاسب من خلال مرحلة من هذه المراحل يبقى الوحدة المحاسبية طبعا زي ما وضحنا في المحاسبة المالية هي الشركة او المنشأة او المشروع اما في محاسبة التكاليف فالوحدة المحاسبية بتتمثل في المنتج نفسه اللي احنا اطلقنا عليه الوحدة المنتجة او الامر الانتاج اللي هي الطلبية او يطلق على الأمر التشغيل الطلبية اللي هنأنتجها أو مرحلة من مراحل الانتاج لمنتج معين يعد وحدة محاسبية. اللقطة التالتة وهي نوعية البيانات المستخدمة البيانات اللي بتستخدمها المحاسبة المالية هي بيانات تاريخية المنشأة بتشتري حاجاته وبيبيع حاجاته وبعدين. احنا بناخد الأحداث دي ماشي بناخد الأحداث ديت وبناخد الأحداث ديت اللي هي طبعا بتقاق من وقاء الفواتير والمستندات وبنستخدمها أو بنحلالها إلى أطرافها المدينة والدائنة وبنسجلها داخل الدفاتر المحاسبية ودي بيكون بيانات ترخية يعني إيه ترخية؟ يعني أحداث تمت أعزاء الطلاب يعني إحنا اشترينا بضاعة بيعنا بضاعة سددنا مصرفات حصلنا إردات وكذا دي تعتبر بيانات تاريخية ودي بتعبر عن إيه؟ بتعبر عن علاقة الوحدة الاقتصادية بالغير وبتعالج غالبا بشكل إجمالي دون تحليل يعني إيه بقى الكلام ده؟ يعني إحنا الوحدة الاقتصادية اللي هي المشروع أو المنشاة بتقوم بمجموعة من الأنشطة أو العمليات اللي إحنا أطلقنا عليها الأحداث المالية اللي بتقادها الفواتين المستندات زي شراء بضاعة بيع بضاعة سدد مصرفات تحصيل الأرضات ودي بتوضح العلاقة بينها وبين الغير يعني بين أطراف خارج المنشاة وبيتم معالجتها بشكل إجمالي ما بيبقاش فيه تفاصيل أو تحليل لهذه البيانات المحاسبية اللي بتعتمد عليها المحاسبة المالية وهي تعد بيانات تاريخية على حدثت في الماضي أما في محاسبة التكليف عزيزة الله فبنستخدم بيانات مالية وكمية مالية يعني مقومة بالنقود وكمية يعني بنقدر نعدها نحدد كميات مثلا بالوحدات كميات بالطن مثلا بالكيلو وكذا وكذلك أيضا بيانات تاريخية وبيانات مخطط لها إنتاجة يعني إحنا لما بنيجي ننتج مثلا سلعة من السلعة بنكون مخططين لإنتاجها وحسبين تكلفة هذه المنتج مسبق أو عاملين خطة مسبقة لإنتاج هذه السلعة وبالتاليها تكوني البيانات المالية أو البيانات التي تستخدمها محاسبة التكليف بيانات مالية وكمية وتاريخية ومخططة أو محتسبة وبيتم تحليلها طبعا تحليلا كاملا ودقيقا قبل ما بنعالجها في الدفاة طبعا بتبقى بيانات مفصلة عن بقى وحدات كل منتج لواحده مش زي المحاسبة المالية اللي بتهتم بالإيه بالأحداث بالأحداث المالية في شكل إجمالي دون تحليل دي عزيزي الطلاب أهم أوجه الاختلاف بين المحاسبة المالية ومحاسبة التكليف زي ما احنا شبتا كده عندنا اختلاف من حيث الهدف اختلاف من حيث الوحدة المنتجة وكذلك اختلاف من حيث البيانات المحاسبية اللي بتوفرها أو بتعتمد عليها كل أو بيعتمد عليها كل فرع من فروع سواء كانت المحاسبة المالية أو المحاسبة الحكومية عندنا طبعا زي ما أوضحنا ان نظام المحاسبة المالية ونظام المحاسبة التكليف داخل المنشئة هما أنظمة متكملة وليست أنظمة متنفرة مش ضدوا بعض لأ ده بيخدموا بعض وبيساعدوا بعض زي ما أوضحنا فيه العلاقة بين محاسبة التكليف والمحاسبة المالية قلنا فيه اوجه ارتباط او علاقة بين المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف تعالوا نشوف مع بعض ايه هي اهم نقاط اوجه التكامل بين نظام التكاليف ونظام المحاسبة المالية داخل اي منشأة طبعا نظام التكاليف ونظام المحاسبة المالية في اي منشأة هما نظامان متكاملان يبقى اخب بالي اني ممكن اتسيل في جزئية دي هل نظام التكاليف ونظام المحاسبة المالية في اي منشأة نظامين مستقلين ولا بيكملوا بعض لا بيكملوا بعض ولا غنى عن أحدهما يعني ما ينفعش بعند محاسبة مليئة من غير تكليف ولا عندي تكليف من غير محاسبة مليئة وزي ما أوضحنا قبل كده في سابق قلنا إن إدارة المنشأة مش مجبرة إنها تعمل إدارة للتكليف لكن مش هتستغنى عن التكليف حتى زي ما أوضحنا قلنا إحنا في المحاسبة المياه كنا بنحسب تكلفة المخزون حتى لو ما عندناش إدارة للتكليف لكن لو المنشأة قررت ان يكون عندها ادارة للتكاليف يبقى هنجد ان محاسبة التكاليف او نظام التكاليف ونظام المحاسبة المالية متكاملين وما بيغنيش وجود احدهم عن الاخر لان فيه علاقات طبعا تعاون وتكامل بين المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف ودي طبعا بيحقق اهدف النظام المحاسبي في المنشئة بشكل عام تعالوا نشوف اهم النقاط اللي هتوضح لنا التكامل بين نظام التكاليف ونظام المحاسبة المالية عندنا اول نقطة ان نظام التكاليف بيوفر بيانات ومعلومات لازمة لتحقيق هدف قياس تكلفة المخزون السلع او تكلفة الاصول يبقى هنا قبلنا ان نظام التكاليف بيوفر لنا بيانات ومعلومات البيانات والمعلومات دي لازمة لتحقيق هدف زي ما اوضحنا تكلفة المخزون وتكلفة الاصول السبت المحاسبة المالية طبعا بتهتم طبعا بتكلفة المخزون وبتكلفة الأصول السابتة طيب ده معناه إي بقى؟ معناه أنه لازم محاسبة المحاسبة المالية أو محاسبة التكاليف توفر لنا أو توفر لنا البيانات والمعلومات اللي هتستخدمها المحاسبة المالية لأن المحاسبة المالية المحاسبة المالية بتستفيد من تكلفة المخزون علشان نقدر نحدد تكلفة المبعات لما نجد نحدد تكلفة المبعات عشان نوصل ل نتيجة أعمال منشأة مربح وصالة لازم نكون عارفين تكلفة المخزون كام تبميني لو وفر لنا المعلومة الخاصة بتكلفة المخزون قلنا نظام لإيه التكاليف كذلك أيضا تكلفة الأصول السبتة إزاي هنحسب إيه لك الأصول السبتة اللي هو يعد تكاليف صناعية أو إنتاج غير مباشرة قلنا التكاليف الأصول السبتة هنحسبها إزاي نحسبها طبعا لما نظام محاسبة التكاليف وفر لنا معلومات عن تكلفة الأصول السبتة وده طبعاً هيساعد نظام المحاسبة المالية في حساب الإهلاك للأصول السبتة ففينا تكامل بين نظام التكاليف ونظام المحاسبة المالية اتضح من خلال تكلفة المخزون اللي هو طبعاً مخزون آخر الفترة أو آخر المدة وتكلفة الأصول السبتة اللي هي الأصول الرأس المالية اللي بتستخدمها المنشأة في الإنتاج والعمليات الإنتاجية تعالوا نشوف نقطة كمان بيقول لي أن نظام المحاسبة المالية بيوفر البيانات والمعلومات المرتبطة بكميات وأسعار عناصر التكاليف يعني إحنا لما بنشتري أي مواد خام أو أي سلعة من السلعة اللي نستخدمها في الإنتاج ده طبعاً بيتم عن طريق إيه؟ عن طريق إدارة المشترات ولازم طبعاً بتسجل البيانات الخاصة بعمليات الشراء وبتكاليف أو أسعار الشراء داخل نظام المحاسبة المالية يبقى نظام المحاسبة المالية هيوفر البيانات والمعلومات المرتبطة بالكميات اشترينا قد إيه؟ كميات المواد الخام مثلاً وأسعار عناصر التكاليف اللي طبعاً ممكن تكون اللي هي المواد الخام وأسعار الخدمات المشترى من الغير لو احنا اشترينا مثلاً طبعاً الخدمات اللي بيأديها اللي هي الغير لنا لو احنا استعجرنا مثلاً مخزن أو استعجرنا معدات أو آلات ده يساعد بقى نظام التكاليف في تحقيق إيه؟ هدف قياس تكلفة النشاط وده بيستلزم في النهاية ضرورة حصر وقياس التكاليف ومتابعتها يبقى أنا علشان أقدر أوصل لقياس تكلفة النشاط لابد أن نظام المحاسبة المالية يوفر للبيانات والمعلومات المرتبطة بكميات وأسعار عناصر التكاليف زي ما أوضحنا عناصر التكاليف الخاصة بالمواد الآيه؟ زي المواد الخامة مثلاً بتستخدم في الانتاج زي الخشب في مصنع الأساس أو الغزد في مصنع النسيق النقطة الثالثة وده بقى طبعاً بيقولك بيتم مطبكة احنا في المحاسبة المالية بنطابق بين البيانات والمعلومات الإجمالية يعني قلنا أن المحاسبة المالية بتوفرين ايه؟ بيانات ومعلومات إجمالية ما بتهتمش بالتفاصيل لكن المحاسبة التكاليف بتعمل ايه؟ بتبين التفاصيل ده هيساعد فيه بقى عشان يحصل التكامل بالنظام التكاليف والنظام المحاسبة المالية البيانات والمعلومات الإجمالية اللي هتوفرها أو هتستخرج من السجلات المحاسبة المالية هيتم مقارنتها مع البيانات التحليلية والتفصيلية اللي هتوفرها السجلات او الدفاتر داخل محاسبة التكاليف او نظام التكاليف داخل منشأة وده بيخدم الهدف العام اللي هو هدف مراجعة الاجراءات المحاسبية اللي هو الهدف طبعا اللي هو هدف عندنا ان احنا بنراجع الاجراءات المحاسبية التي تمت سواء في نظام المحاسبة التكاليف او في نظام المحاسبة المالية يبقى المطابقة دي هتسهل عملية المراجعة سواء في نظام التكاليف أو في نظام المحاسبة المالية النقطة الثالثة إن بيحصل مطابقة بين البيانات والمعلومات الإجمالية اللي بتظهرها طبعاً السجلات المالية زي ما قلنا السجلات المحاسبة المالية بتظهر معلومات إجمالية عن التكاليف لكن تحليلات وتفصيلات التكلفة دي بتظهرها طبعاً سجلات نظام التكاليف وده طبعاً التكامل بين نظام التكاليف ونظام المحاسبة المالية في توفير البيانات والمعلومات الإجمالية ده بيساعدني في مراجعة الإجراءات المحاسبية سواء في نظام المحاسبة التكاليف أو في نظام المحاسبة المالية عندنا عزيزي الطلاب مجموعة من المفاهيم اللي لها خصوصية في محاسبة التكاليف اللي هو مفهوم طبعا التكلفة ومفهوم المصروف ومفهوم الخسارة تعالوا هنا خبالنا لان ممكن يجيلي سؤال في الامتحان يسألني مثلا عن مفهوم التكلفة ومفهوم المصروف ومفهوم الخسارة هل المفاهيم دي زي بعضها؟ هل الخسارة زي المصروف زي التكلفة؟ لا هناك اختلاف بين المصروف والخسارة والتكاليف يبقى لازم أنا في محاسبة التكليف أخب بالي أن المصروف مش هو التكلفة أو أن الخسارة مش هي التكلفة لازم يبقى فاهم لأن دي طبعا من النقاط المهمة في محاسبة التكليف لو اشتغلت في إدارة من إدارات التكليف داخل أي منشأة صناعية أو زراعية أو خدمية لابد أن تتفرق بين التكلفة والمصروف والخسارة تعالوا نشوف إيه المقصود بمفهوم التكلفة مفهوم التكلفة هو قيمة كمية عوامل الإنتاج عوامل الإنتاج اللي هي العمل اللي هو متمثل في الأجور والمواد الخامل المستخدمة في الإنتاج وكذلك المصروفات والخدمات الأخرى يبقى التكلفة هي كمية من عوامل الإنتاج هيتم استخدامها واللي استفادة منها وفقا لمعيار محدد مسبق عوامل الإنتاج اللي هي زي ما قلنا المواد أو أجور العمال أو المصروفات والخدمات الأخرى زي إهلاك الأصول السابقة يبقى التكلفة هي قيمة كمية من عوامل إنتاج قيمة كمية من المواد الخام قيمة كمية من ساعات العمل اللي اشتغالها العامل بيتم استخدامها والاستفادة منها وفقا لمعايير محددة يبقى ناخد بالنا إن تعريف التكلفة هنا ركز على جزئيتين الجزئية الأولى استخدام أحد عوامل الإنتاج اللي هو ممكن يبقى مواد أو أجور أو خدمات والاستفادة منها يبقى نستخدمها ونستفيد منها مش هنستخدمها وضيع يبقى دي أول إيه أول معيار عشان نعتبر أن التكلفة دي أو المبلغ اللي أنفقها دي تكلفة وليس مصروف أو قصار ثم استخدام هذه العوامل وفقا لمعايير إيه محددة مسبقا بتحددها إدارة الإنتاج داخل إيه الداخل المنشأ يبقى مفهوم التكلفة هو كمية أو قيمة كمية من عوامل الإنتاج اللي هي العمل أو المواد الخام أو الخدمات بيتم استخدامها والاستفادة منها وفقا لمعايير محددة مسبقا المفهوم التاني أعزاء الطلاب هو مفهوم المصروف المصروف هو عبارة عن نفقة لم يتم استخدامها بعد المصروف معناها نفقة لم تستخدم بعد المصروف هو عبارة عن نفقة لم يتم استخدامها بعد وبتتمثل طبعا في قيمة الأصول المتدولة أو القيمة المتبقية بالميزانية للأصول السابقة يعني ايه يعني بعد ما استبعد مجمع الاهلاك من قيمة الاصل السابت هيديني ايه هيديني صافي قيمة الاصل السابت او القيمة الدفترية للاصل السابت في نائة السنة المالية دي تعتبر اسمايه دي تعتبر المصروف يبقى المصروف هو ايه نفقة مبالغ انفقتها وما استخدمتهاش زي الالات اللي انا اشتريتها ولسه ما استخدمتهاش طيب امتى هعرف بقى ان انا استخدمته وما استخدمتهاش لو كان لها اهلاك للأصول السابتة. يبقى في الحالة دية تبقى إither حصل طالما ن tennis يبقى لها أصول السابتة. يبقى الباقي منها هو المصروف. تبقى اللي استخدم يعني مصروف الإلك يعد تكلفة. أما الباقي. القيمة الباقية أو اللي هي نقصت بها اللي هي القيمة الدفترية للأصل اللي هي طبعا تكلفة الأصل السابت بعد استبعاد مجال للك. دي تعتبر مصروف يبقى المصروف هنا عبارة عن نفقة. ما بالغ أنفقتها المنشأة وما استخدمتها بعد زي المواد الخام هقصت من الأصول المتدولة المواد الخام اللي هي المنشع اشترتها وما استخدمتها في الانتاج قيمتها تعد ايه مصروف طيب اللي استخدم منها في الانتاج اللي استخدم منها في الانتاج يعد تكلفة يبقى يعد شراء المواد الخام مصروف يبقى المواد الخام اللي موجودة عندي في المخازن دي تعد مصاريف المستخدم منها في الانتاج ده يعتبر ايه يعتبر تكلفة يبقى يعد شراء المواد الخام مصروف بينما ما يستخدم من المواد الخام في الانتاج وهيتم بيه خلال الفترة هو طبعا تكلفة يسمى تكلفة وكذلك ايضا تكلفة وشراء الالات بيعتبر مصروفا ومقدار الاستهلاك الالات خلال الفترة بيعد تكلفه الاهلاك بتاع الاصول السابتة زي الالات والسيارات وما شابه زلك والعدد والادوات ده يعتبر الاهلاك يعتبر تكلفة اما القيمة الدفترية يعني القيمة المتبقية بعد استبعاد مجمع الاهلاك من تكلفة الاصل دي تعد ايه تعد مصروف زي ما او ضخمة تعالوا نشوف المفهوم التالت وهو مفهوم الخسارة الخسارة هي قيمة كمية من عوام الانتاج تم انفقها ولم يتم الاستفادة منها مبالغ انفقاتها سواء كانت مواد خام او عمال اشتركة او عمل معين ودفعنا لهم اجور او نفقات انفقناها زي ساعات الالات مثلا اهلاك مثلا للاصول السابتة الالات اشتغلت فترة او العدد اشتغلت فترة وفي نفس الوقت ما استفدناش من الشغل بتاعها او الوقت اللي اشتغلته ده ده يعتبر ايه؟ اعتبر خسارة يبقى الكمية او قيمة كمية من عوام الانتاج اللي هي ساعات العمل مثلا تشغيلية قيمة ساعات العمل اللي هي يكون مقابلها الاجر في انتاج الاساس لو احنا استخدمنا الخشب مسلا في انتاج الاساس وبعد ما انفقنا المبالغ دي ما استفدناش من الخشب اللي تم تقطيعه فين؟ تم تقطيعه في قسم التقطيع مسلا او في مركز التقطيع تلف الخشب هنا في الحالة ده ما بقاش نفع مش هينفع يدخل في اي عملية صناعية يبقى الوقت العامل اللي قطع الخشب دوت يعتبر وقت ضايع ودي كان وقت غير مسموخ طبعا يعتبر وفي التالي تكلفة الاجر اللي خادها العامل في الحالة دي خسارة يبقى الخشب دوت اللي استخدمناه وتلف اثناء اثناء التصنيع او اثناء التقطيع في مركز التقطيع يعتبر خسارة كذلك لو اتعرض اتعرض مثلا الخشب ده للحريق احنا كده ما استفدناش منه يبقى فيه كمية او قيمة كمية من عوامل انتاج زي المواد الخام او كذلك الاجور استنفزت او تم انفقها ولم يتم الاستفادة منها وبالتالي تمس الخسارة دي اعزائي الطلاب مفاهيم الخسارة ومفهوم المصروف ومفهوم التكلفة اهم الفروق بين مفهوم المصروف ومفهوم التكلفة ومفهوم الخسارة اخب بالي ان دي مفاهيم مهمة ومصطلحات مهمة ولا خصوصية في محاسبة التكاليف وممكن تجيلي في شكل اسئلة صح وخطأ هنتكلم بقى في الجزء التاني من حلقتنا النهاردة والموضوع الاساسي وهو الخاص بتبويب التكاليف احنا طبعا ندخل اي منشأة لازم نبوى بالتكلفة يعني نقسمها يعني نصنفها فعندنا اوجه تصنيف او تبويب كتير جدا زي ايه مثلا عندنا اربع تبويبات او اربع طرق لتبويب او تصنيف او تقسيم التكاليف في اي منشأة سواء صناعية او زراعية او تجارية او خدمية وفقا للأسس التالية ايه هما اول حاجة عندي تبويب التكاليف حسب نوعها واحنا عندنا التكاليف بتقسم حسب النوع الى ثلاث حاجات مواد واجور ومصروفات اخرى او خدمات ايه اخرى عندنا التبويب التاني هو التبويب الوظيفي احنا لو دخلنا اي منشأة هنلاقي هنلاقي عندنا وظائف صناعية مثلا او انا في مصنع فعندي مثلا وظيفة انتاج اللي بنسميها وظيفة صناعية وظيفة طبعا بعد ما المنتج بيتم انتاجه او بيتم انتاج المنتجات بيتم باعها او تسويقها يبقى عندي ادارة للتسويق يبقى عندي ادارة للمصنع اسمها ادارة صناعية او ادارة انتاج ثم عندي ادارة تسويقية او بيعية وعندي الادارة ايه الوظائف الادارية والتمولية داخلهم انا عندي تلت وظائف يا اما صناعية يا إما تسويقية يا إما إدارية وتمولية أقدر أصنف بقى التكاليف بالشكل ده أقول تكاليف الإنتاج قد إيه التكاليف الصناعية قد إيه التكاليف التسويقية قد إيه التكاليف الإدارية والتمولية قد إيه يبقى أصنف أو هبوة بالتكاليف وفق التبويب الوظيفة يعني الوظائف اللي موجودة داخل المصنع أو داخل المنشأة أنت لو شغال في أي منشأة تبقى شغال فين يا شغال في إدارة الإنتاج يعني في المصنع يأما شغال في التسويق يأما شغال في الحسابات أو في العمليات الإدارية والتمولية يعني في إدارة المنشأة اللي بتقوم بالعملات الإدارية والإيه والتمولية أنا عندي ثلاث وظائف أقدر أقول تكلفة الإنتاج كام أو تكلفة المصنع كام أو التكاليف الصناعية كام التكاليف التسوية كام التكاليف الإدارية والتمولية كام ده بيسموه التبويب الوظيفي النوع الثالث من التبويبات اللي احنا بنبوى بالتكاليف حسب علاقتها بوحدة الانتاج نفسها او المنتج نفسه مثلا على سبيل المثال الملابس في مصنع الملابس دي تعد منتج النسيج في مصنع الغزو بالنسيج ده يعد منتج انا ببواب التكاليف ازاي اقدر اقول ان انا عندي طبعا زي ما اوضحنا تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة يعني فيه تكاليفة لها علاقة مباشرة بالمنتج وتكاليف غير مباشرة زي مثلا على سبيل المثال اجر العامل اللي بيصنع الملابس ده يعتبر ايه اجر مباشر لكن اجر الحارس اللي وقف على المصنع ده اجر غير مباشر يبقى الاتنين تكلف صناعية لكن دي مباشر ودي غير مباشر يبقى لو قدرت حمل التكلفة على المنتج او اقول ان المنتج ده خد قد ايه من التكلفة دي يبقى دي تكلف ايه تكلف مباشر لكن لو ما قدرتش حمله على منتج بقينه يبقى دي تكلف غير مباشر ودي بيسموه التبويب حسب علاقة التكلفة بإيه بوحدة الانتاج نفسها أو المنتج نفسه أو وحدة النشاط التبويب الرابع هو الوقت بنبوى بالتكلف حسب علاقتها بحجم الانتاج حجم الانتاج نفسه فقال لك إيه عندنا تكاليف بتزيد مع أو بتتغير مع التغير في حجم الانتاج يعني لما حجم الانتاج يزيد التكاليف تزيد لما حجم الانتاج ينقص التكاليف تنقص هو ده بنتكلم عن التكاليف الإجمالية قال لك دي تسمى تكاليف متغيرة طيب فيه تكاليف سابتة الإجمال بتاعها سابت سواء حجم الإنتاج زاد أو ما زادش بتظل سابتة ودي بتسميها تكاليف سابتة وفيه تكاليف بتبقى مش قادرين نحدد هل هي سابتة ولا هي متغيرة بيغلب عليها التغير وتكاليف أخرى بيغلب عليها السابت فبنسميها تكاليف شبه متغيرة وتكاليف شبه سابتة بيسموها شبه متغيرة أو شبه سابتة أو بيطلقوا عليها التكاليف المختار طيب عندنا تكاليف متغيرة تكاليف سبتة تكاليف شبه متغيرة أو شبه سبتة أو ممكن نطلق عليها تكاليف مختلطة تعالوا نشوف أول تبويب معنا من تبويبات التكاليفة وهو التبويب النوعي وفي ضوءها نبوى بالتكاليف حسب طبعا حسب نوعها إلى زي ما قلنا تكاليف مواد وتكاليف الأجور وتكاليف خدمات أخرى يبقى في ضوء التبويب النوع لعناصر التكاليف بيتم تبويب التكاليف إلى تكاليف المواد وتكاليف الأجور وتكاليف الخدمات الأخرى عندنا طبعا تكلفة المواد المواد الخامل اللي بتستخدم في الانتاج تكاليف الأجور مثلا لو احنا في الانتاج يبقى تكلف عمال الانتاج زي مثلا لو انا في قدرة التسويق تكاليف رجال البيع والعملات البيع اللي بياخدوها وكذلك مواد التسويق اللي هي مثلا الحاجات اللي بنلفوا بنحزم بها المنتجات أو بنسوأ بها المنتجات مثلا الأغلفة بتاعت المنتج نفسه الغلاف اللي بتحط في المنتج وفي تكاليف الخدمات الأخرى زي جرم خازن واهلاك للأصول السابتة زي الألات والمعدات وكذا تعالوا نشوف عندنا تلات أنواع من التكاليف بمبوابها وفق التبويب النوعي لهذه التكاليف أول تكلفة عندي تكلفة المواد زي المواد الخام والمواد النصف المصلعة والسلع أو المنتجات اللي بتنتجها المنشأة وزي الوقود والزيوت طبعا اللي بيستخدم فيه الألات وزي قطع الغيار ومواد التعباء والتغليف والأدوات والمطبوعات وكذلك المياه يبقى أي مادة بتستخدم في الإنتاج دي بنبواب على أنها مادة زي ما أوضحنا كده مواد خام رئاسية أو مساعدة وقدو الزيوت قطع الغيار والمواد التعباء والتغليف والأدوات الكتابية والمطبوعات اللي بتستخدمها الأدوات طبعا وكذلك المياه تكلفة الأجور زي اللي ممكن تطلق على تكلفة العمالة زي المرتبات والأجور والمزايا النقضية والمزايا العينية وحصة المنشأة في التأمينات الاجتماعية المبالغ اللي بتدفعها المنشأة كمساهمة منها في التأمينات الاجتماعية على الموظفين أو العمال بتوعها كذلك أيضا عندنا عمولة بقى وكلاء البيع ورجال البيع والحوافز اللي بياخدوها وكل الأجور اللي إما بتدفع للمحاسبين وللعاملين في الشؤون القرونية داخل المنشأة اللي طبعا وفقا للتأمينات الوظيفة هنقول إيه تكاليف إدارية وتأمينات وممكن نبوابها لمواد وأجور وخدمات أخرى زي ما هنشوف تعالوا نشوف النوع التالت عندنا تكلفة الخدمات الأخرى زي إيه تكلفة الخدمات الأخرى زي رسوم ونمازج وتصميماتها النسيح نحن ممكن نعمل رسوم ونمازج مثلا هندسي لمنتج معين يعني تصميم مثلا غرفة نوم مثلا في مصد أساس أو مثلا لطرابيزة صفرة مثلا أو كذلك مثلا تصميم ملابس مثلا دفعنا مبالغ مثلا لمصمم ملابس عشان يعمل لنا تصميم معين لنوع من الملابس سواء كان حريبي بقى ورجال مش هتفرق لكن المبالغ اللي احنا دفعناها مقابل هذا التصميم ده يعتبر ايه يعتبر مصروفات أو يعتبر ايه يعتبر جزء من التكاليف اللي احنا هنطلق عليها التكاليف وسائل النقل دي كلها خدمات اخرى اهلاك الالات اهلاك المباني الدعاية والاعلان وكذلك الانارة دي طبعا تكاليف تسويقية والانارة طبعا بتعتبر من تكاليف الخدمات الاخرى التبويب النوعي اعزاء الطلاب بيحقق للمنشأة عدة اهداف التبويب النوعي بيحقق للمنشأة عدة اهداف بين هذه الاهداف حصر وتحديد تكلفة كل نوع من انواع عناصر التكاليف على حده يبقى انا لما ببوب التكاليف تبويب نوعي يعني مواد اجور خدمات او مصرفات اخرى بيتم ايه بيحقق للمنشأة بيحقق لي اهداف اهداف منها حصر وتحديد تكلفة كل نوع من انواع عناصر التكاليف على حده تكلفة المواد كام وتكلفة الاجور كام وتكلفة الخدمات الاخرى كام اتنين احكام الرقابة على تكلفة كل نوع يعني اقدر اعرف ارائب المواد المنصرفة من وكذلك تكلفة الاجر على انتاج سلعة معينة وكذلك اقدر اضبط ورائب الخدمات الاخرى يبقى مش بس هرائبة وهتابع كل نوع من عناصر التكاليف يبقى اول حاجة حصر وتحديد تكلفة كل نوع من انواع عناصر التكاليف على حده اتنين احكام الرقابة على تكلفة كل نوع ومتابعة كل نوع من عناصر التكاليف تلاتة المطابقة فيه الدفاتر والسجلات التي طبعا بتسجل بقى عناصر التكلفة في نظام المحاسبة المالي زي ما احنا عارفين انه طبعا اقدر اطابق بقى كده او اقارن الدفاتر والسجلات بتاع الخاصة بمحاسبة التكاليف لاننا نمقسمها تبوي بيمشي مع النظام المحاسبة المالي ما اسمها المواد واجور ومصرفات او خدمات اخرى يبقى اقدر اقارن بين او طابق السجلات الخاصة بمحاسبة التكاليف مع السجلات الخاصة بنظام المحاسبة المالي الاسئلة بتجيلي ازاي عزيزي الطلاب بقى على التبويب النوعي مهم جدا انك تقدر تبوى بالتكاليف الى مواد واجور وخدمات اخرى انا هيجي لي سؤال في اللي اخطبونك نجي لي سؤال يجيب لي مجموعة من المصرفات ويقول لي بوى بالتكاليف دي تبويب ايه نوعي تعالوا نشوف مع بعض كده تدريب نقدر من خلاله نقرأ او نطلع على مجموعة من المصرفات او مجموعة من التكاليف او مجموعة من النفقات اللي نفقاتها المنشأة بتمثل لها تكلفة ونقدر نفندها او نبوابها في تبويب نوعي في شكل مواد واجور وخدمات اخرى تعالوا نشوف مع بعض التدريب والتدريب اللي امام بيقول لي فيما يلي عناصر التكاليف لأحد مؤسسات الطباعة والمطلوب منك تبويبها على اساس نوعي يبقى بيقول لي فيما يلي عناصر التكاليف لأحد مؤسسات الطباعة والمطلوب منك تبويبها على اساس نوعي يعني ايه اساس نوعي يعني حسب النوع يعني مواد واجور وخدمات اخرى ومدينا تكلفة الاوراق ونحن ببنى الأوراق والأحبار المستخدمة في طباعة الكتب دي تبقى إيه؟ برافو عليك مواد تكاليف الصناديق الكتب دي تبقى إيه؟ على طول طبعا تبقى مواد أيضا تكلفة الأوراق والمطبوعات التي تستخدم بمعرفة إدارة المبيعات أوراق ومطبوعات تبقى تكاليف مواد أيضا أجور العمال تبقى تكاليف أجور أجور عمال معارض البيع يبقى هنا تكاليف أجور عمال بالمصدع اللي عمال التصنيع وعمال المعارض دي أيضا أجور لك ألات ومباني المصنع مرافو تبقى خدمات وتكلفة الوقود والزيوت لألات المصنع أيضا هي تكليف مواد ناخد بالنا تكلفة الوقود والزيوت هي تكلفة مواد تعالوا بقى نشوفها نحل إزاي هاخد بقى البيانات دي تسطرها كده في شكل جدول زي ما احنا شايفين هقول عناصر التكليف وقول التبويب النوعي وأمام كل نوع من هذه التبويبات هكتب هل هو مواد هل هو أجور هل هو خدمات أخرى غير المواد والأجور فبيقول لي تكلفة الأوراق دي يقولنا إيه برافو مواد طب تكلفة الصناديق الكرتون اللي بتستخدم في تعبية الكتب هي مواد أيضا أما تكلفة الأوراق والمطبعات تستخدم بمعرفة إدارة المواد أوراق ومطبعات يبقى دي برضو مواد الإدارة عندنا أجور العمال واضح من اسمها أجور العمال قائلين ووحدات المنتجات هي أيضا أجور وأجور عمال معرض البيع وعملات رجال البيع أيضا أجور إهلاك آلاته مباني المصنع دي خدمات وتكلفة الوقود والزيوت لآلات المصنع هي أيضا عبارة عن مواد الوقود والزيوت ديته طيب تعالوا نشوف تدريب كمان على التبويب النوعي لعناصر التكاليف وبيقول لي فيما يالي عناصر التكاليف لأحد المصانع والمطلوب منك تبويبها حسب نوعها ومديني بقى مواد خام مواد مساعدة للإنتاج إضاءة مكاتب الإدارة مواد تعبئة وتغليف أدوات كتابية للإدارة أجور عمال الإنتاج أجور مساعدين عمال الإنتاج وهكذا أنا هعمل إيه بقى عشان أحل التدريب ده هنقل كل عناصر التكاليف دي في جدول بالتتابع كده تحت بعضها وأقول بقى هل دوة مواد ولا دوة أجر ولا دوة خدمات تعالوا نشوف مع بعض نحل إزاي على طول كتبت عناصر التكاليف وكتبت وخام رؤوسية مواد مساعدة كتبتهم بالترتيب وهمش بقى جنب كل نوع وقول طب المواد الخامد إيه برافو عليك مواد مواد مساعدة للإنتاج نوع وفق التبويب النوعي مواد طب وإضاءة مكاتب الإدارة إضاءة يبقى خدمات برافو عليك مواد تعبئة وتغليف مواد أدوات كتابية للإدارة يعني مطبوعات وما شبه زلك تبقى مواد أيضا عندنا طبعا أجور عمال الإنتاج يبقى وفق التبويب النوعي هتبقى أجور أجور مساعدة عمال الإنتاج هيبقى وفق التبويب النوع أيضا أجور تعالوا نستكمل مع بعض أجور مشرفة عمال الإنتاج قول معايا برافو يبقى وفق التبويب النوعي هنسميها أجور طبعا أو هتبقى تبع الأجور مرتبات وما هي رجال البيع هي أيضا تبع الأجور عمولة أو حوافز رجال البيع طبعا أجور سيارة آلات ومباني المصنع برافو عليك خدمات إهلك معارض البيع برافو عليك دي خدمات إضاءة المصنع مرافو عليك خدمات مرتبات العاملين بالشؤون القرونية مرافو أجور تعالوا نكمل مع بعض وعندنا بقى إهلاك مباني الإدارة خدمات إهلاك مباني المصنع هتكون خدمات قوة محركة ونقب بالنا أن القوة المحركة المقصود بها إيه؟ الكهرباء يبقى في الحالة دي الطلبة الكهرباء يبقى المقصود بها الكهرباء يعني تكلفة الكهرباء اللي هي بتشغل الأنات وما شابه ذلك يبقى في الحالة دي هتكون ايه خدمات ايضا اضاءة معارض البيع اضاءة معارض البيع دي برضو خدمات كذلك زيوت وشحوم وشحومات للصيانة زيوت وشحومات دي تبقى ايه برافع عليك مواد طب مرتبات ومهية المحاسبين مرتبات ومهية المحاسبين دي طبعا هتمثل ايه وفق التبويب النوع الاجور حوافز عمال الانتاج هتبقى ايضا من ضمن الاجور دي شكل عزيزي طلاب من اشكال التدريبات اللي بيجيلي على التبويب النوعي للتكليف تعالوا نشوف مع بعض النوع التاني من انواع التبويب هو التبويب الوظيفي لعناصر التكليف وبنبويب التكليف وفق التبويب الوظيفي الى تكليف صناعية او بنطلق على تكليف الانتاج وتكليف تسوق او بيت اللي هي تكليف ادارية وتمويلية تعالوا نشوف مع بعض ايه المعصود بكل نوع من هذه الانواع وهيههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه والتمويل. كل وظيفة من هذه الوظائف بتتحمل بنافقة من النفقات. وبيتنقص تكليفة كل وظيفة بالربط طبعا من عناصر التكليف زي ما قلنا قبل كده. وفق التمويل النوعي مواد وأجور وخدمات. وطبعا الوظائف دي معروفة اللي هي تكليف صناعية وتكليف التسويق وتكليف الإدارة والتمويل. يبقى احنا عندنا التمويل الوظيفي هنقسم التكليف الصناعية وتسويق وإدارة وتمويل. تعالوا نشوف مع بعض التكاليف الصناعية وده طبعا بتتضمن كل ما تضح به المنشأة في سبيل القيامة بالنشاط الانتاجي بتاعها والصناع شكرا احنا ممكن نطلق على التكاليف الصناعية دي تكاليف الانتاج وبينها طبعا مواد الانتاج وأجور عمال الانتاج وخدمات والخدمات الانتاجية يبقى خبالك ان التكاليف الانتاج ده خلفها التبويب النوع يعني فيه مواد انتاج وأجور عمال الانتاج وخدمات انتاج ده وضح لك ان فيه تداخل بين تبويبات التكاليف يبقى عند تكاليف صناعية او تكاليف الانتاج دي فيها مواد واجور وخدمات انتاجية الوظيفة التانية اللي بنباوها بفضوءها تكاليف اللي هي الوظيفة طبعا ووظيفة التسويق والبيع ونسمي التبويب التاني من التكاليف التكاليف التسويقية ودي طبعا بتتضمن كل ما تتحمل المنشآة في سبيل تسويق وبيع منتجاتها للمستالك النائف الوقت والمكان المناسبين للمستالك. وطبعا بتضم مواد تسوقية وأجور تسوقية وخدمات تسوقية. خبالك معايا ان في تداخل. يعني ان عندي في التسويق في مواد وأجور وخدمات وفي الانتاج في مواد وأجور وخدمات. وده بيبيان للعلاقة بين التبويب الوظيفي والتبويب النوعي. النوع الثالث من أنواع التكليف وفقا لوظائفها لتبويب الوظيف لعناصر التكليف. عندنا تكليف إدارية وتنويلية. وهي بتتضمن كل ما تتحمل المنشأة في سبيل القيام بالنشاط الإداري والتمويل اللازم لتسليل أعمالها من مواد إدارية وأجور إدارية وخدمات إدارية بيحقق لي التبويب الوظيفة للتكليف في عدة أهداف أعزائي الطلاب أول هدف عندي بتحديد تكلفة كل وظيفة رئاسية أو فرعية على حدة وده بيساعد طبعا في محاسبة المسئولية لكل وظيفة وإحكام الرقابة على تكليف الوظائف المختلفة الهدف الثاني تسليل عملية المتبكة بين البيانات الجمالية في سجلات المحاسبة المالية والبيانات التحليلية في محاسبة التكليف النوع الثالث هو التحديد الدقيق لنتائج الأعمال والتصوير السليم لقائمة المركز المالي بيساعدني طبعا التبويب الوظيفة أن أحدد نتيجة الأعمال بشكل سليم وبين المركز المالي للمنشأة ده أعزائي الطلاب كان أنواع التكليف أو تبويب التكليف وفقا للتبويب النوعي والتبويب الوظيفي النهاردة الوقت الخاص بحلقتنا سمح لنا أننا ناخد تدريبات خدنا تدريبين على الكيفية التي يمكن أن يسألني فيها على التبويب النوعي لعناصر التكليف الوقت لا يسألني أننا ناخد تدريبات على التبويب الوظيفي لعناصر التكليف لكن أعيزكم تأخذوا بالكم من حاجة مهمة وأن عناصر أو التبويب النوعي والتبويب الوظيفة لعناصر التكليف بينهم تداخل زي ما مش قلنا في تكليف صناعية أو إنتاج فيها مواد وأجور وخدمات أخرى يعني النوعية التكليف أو التبويب النوعي موجود داخل عناصر التبويب الوظيف كذلك التسويق في مواد تسويقية وفي أجور لعمال التسويق أو رجال البيع وفي خدمات تسويقية كذلك أيضا التكليف الإدارية والتبويب فيها طبعا مواد زي المطبعات والأدوات الكتابية اللي بتستخدمها الإدارة وكذلك أجور ومرتبات المحاسبين والإداريين والعملين بالشؤون القرونية وهناك أيضا خدمات إدارية أو مصاريف إدارية أخرى دي عزاء طلاب العلاقة بين أو التداخل بين التبويب النوعي والتبويب الوظيفة لعناصر التكليف إن شاء الله بإذن الله هنستكمل حدثنا عن التبويب عن التبويب الوظيفي وناخد تدريبات على التبويب الوظيفي في حلقة قادمة إن شاء الله بإذن الله لكن ناخد بالنا احنا ركزنا في حلقة اليوم على أوجه الارتباط أو العلاقة بين المحاسبة المالية ومحاسب التكليف أوجه الاختلاف بين المحاسبة المالية ومحاسب التكليف والتكامل بين نظام التكاليف ونظام المحاسبة المالية وأوضحنا مفهوم التكلفة ومفهوم المصروف ومفهوم الخسارة وركزنا على نوعين من أنواع التبويبات وهو التبويب النوعي لعناصر التكاليف والتبويب الوظيفي عايزكم تتدربوا على الكيفية اللي بنحلل بها التكاليف حسب نوعها وإن شاء الله نستكمل حدثنا عن الكيفية اللي بنحلل بها التكاليف وفقا للتبويب الوظيفي وإن شاء الله بإذن الله في حلقة قادمة وحلقة جديدة من حلقات منهج محاسب التكاليف وإلى أن نلقاكم على خير إن شاء الله بإذن الله نترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته